الحمد لله الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وأشهد أن لا إلى الله وعده لا شريك ينصر من لديه نصر ويخذل من لدينه نصر ويخذل من لدينه خدل له الملك وله الأمن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله مصباح الهدى وعلم العدالة وإمام المجاهدين وسيد المصلحين حدعنا من الفرقة والانقسام دعانا إلى القوة والمنع بيّن لنا طريق الخير والسيادة هدانا إلى طريق مستقيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عربتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم اللهم صلِّ وسلِّم ومارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا برداء صلى الله وسلم ومارِك عليه وعليهم مجمعين عبد الله اتقوا الله وتدبروا قول الله جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازروا فترشدوا وتدهب ريحكم واصبروا إن الله أمنا الصادرين عبد الله حين يفكر المسلم في حال هذه الأمة وما تفشاق إذا من مهلكة وأمنا من قاتلة لا إذن بث أن تتملكه حسرا وتغالبه الدمى ويحس في أعماله بالأذن الدفين والأهم اللادع فنحن المسلمون أتباع دين حظيم زكّى الله في قرآنه فقال كنتم خير أمة مخرجة للناس ومن أتباع رسول الله الذي زكّى الله في قرآنه فقال وإنك لا لا خلط عظيم عباد الله إن ديننا يدعونا إلى القوة ضيورنا بل ويمسينا بالعزة والكرامة ويحذرنا بالضاف والاستكادة والتاريخ الإسلامي صادق حافل برائع المثل التي ضربنا أسلاف الكرام وحينما تبعين تمسك أسلاف الكرام بها الدين وعملوا بمنهج الله وتجردوا من مطامع الدنيا وبحروا أنفسهم من نتسها ولم تلهيهم طيبات الحياة الدنيا ومثلات الحيش ومثلات الحيش فيها عن الجهاد في الله وفناء في سبيله عزوا وخازوا وكانوا قادة العالم وسادة الأمم نعم ومن العجب أن نبالع في أسرار التاريخ هذه المثل الكريمة ونعتز بما تحوي من صبر البطولة والعظمة لكننا لا نحاول أن نأخذ أنفسها بأسرار السلوك ولا أن نحملها ولا أن نحملها على التحيي بما كانوا عليه من فضائل ولديجة لذلك ضعف شأننا بين الأمم هل نامونا بين دول العالم وتمسقت رحبتنا وتخلخلت فوانا حلت لنا مخصر ومحل الويان والتباب مكان التآلف أصبحنا نقمة سائرة لها تغصب على الأدوك وغريمة سهلة لا تخلف الأداء على من أمم وذا مشطر والله أغريل لنا على الأداء لا يرقون في مرمن إلا ملاهمة يضونكم بأفوالهم وتأبى قلوبه وتأبى قلوبهم فلماذا لا تنسل دواح في ديننا ولماذا لمسلح أحوالنا لما صلح به حد رسافنا عبد الله إن عبر الحياة وأحداث التهريح نوضغة بأن جملة التي تقوم عليه الدول وتحبب به الشرور عزيزة الكانب نافلة الكلمة هو الوحدة والوحدة في الجهود والمشاعر والوحدة في الأهداف والغيال والوحدة على ديننا الدين ربنا جل وعلا واعتصموا بحب الله لجميع ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أداها فألفت من قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاة غفورة من النار فأرقبكم منها كذلك يبينوا الله لكم عن آياته إذا لا لكم تهتدون كما أن التفكك أحباد الله والعقلات واثمحنا للشخصية والثانية المطمئات وضعاء النفوذ والهيال الصهراء لا يتسمر إلى الأمم إلا من قبل الفربة والتناجع من هنا أحرص الإسلام وأشد الحرص على تأكيد الوفاق في نفوس المسلمين وأنذر المتناثرين بالفشل والثارة المرية فقال حسن وكال ولا تناثع فتتشنوا وتدعب الحكم وكلما لاحظ في الأفر في الأفق باربة أمل في اجتماع جمع المسلمين وتوحيد صفوف الأمة الإسلامية للوقوف في وجه العدو المتربص بهم العاثم على حدودهم رأينا الأحزاب المتعاربة والقيادات المتغاربة والأهواء المتغاربة وبين هذه وتيك تقف الشعوب الإسلامية وهي تبرع الإلهية تحاول النطف على رجلها فإذا قبل لكم تميل تحت أقدامها وفإذا بالأرض تميل تحت أقدامها والأهواء بمحابره الثلاثة يتربص بالأمة من كل جام يهود ونصارة ورغمة التي تحفظها على حدود الصنة والإسلام إنا لله وإنا إليه راجعون والأمة في رحبها وفي جهنها تحارف من ناجي أمور الدنيا ومطام إلا إلا من شاء الله فإنا لله وإنا إليه رجعون ثم تقافح الأمة مرة أخرى للتكتل فإلا بها تزداد فرقة وانبسارة وتعمل للجاة فلا تزداد إلا مهرارا في العارية وانسياقا إلى نحو مصير مجهور العدو يبص بأن سمومه في كل حين وخي تركوا أحد ويها بأحسابها إلا ما شاء الله معاشر المسلمين لقد ضرب لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحلا فيه الأسرة الحسنة ضرب للمثل الراهن فإنه حين جاء بالدعوة وصدع بأمل ربه لم يغفر لم يغفر المهن الذي تقوم به الأمة ويجح به التعات لقد ألف بين قلوب لم تكن تعرف الولفة من قبل أخرى بين نفوس طالما تمردت عن الإخاء وربط بالحب بين أفيلة أنكرت الحب حقب متطاوية من الزمان وجعل المسلم يؤمن حقيقة أنه أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذره ويعب يحب له ما يحب لنفسه دخل عليه الصلم ترسله المدينة بعد إجراته بالمكة فقضى على كل ما كان يتسعر فيها من فتنة ولن شب بين قفة اللعام على مد مدنبرة أعلى بين المراجرين والإصار جعلت منهم جمحة ماعلة تؤمن باللدعي وتدعوه الخير يضلله الحب ويختنفه الإخاء فهم يقدر أن يقنع فيهم غدور ولن يمشي بين صفوفهم الخير حتى مروا أجد التأذير من أن يصبحوا إلى دعاة الفرقة ومن أن يصخوا من أن يصيخوا إلى دعاة الفرقة وأبواع الشتاءات الذين يبغون فيهم الفتنة بصدع فيهم بقول إلاك تعالى يا راحي والذين آمنوا إن تطيعوا فريد من الذين موتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أليست بين إيدينا هذه الألوات وعباد الله أليست بين إيدينا هذه الألوات البارئة هادية اللقمة ألسنا نحتاج بأننا سلات هذه الصفوة التي حرفت ربها فنصرها وحزت دينها فأعزها وقامت بحقه فأبدأ بالحون والنصر والتهيير لقد استسلمنا لما يتردد في نفوسنا من شعوات البارئة فبعض الألوات يستبدد بها من أحوال ومن أحوال أغلت الأمة وهو الغنيا مؤثرة ورغمات منتغلة في اللغة والاستمتاء استسلمنا للشلاقين شلاقين الإنس المغلية التي يتوزوس في صدورنا بالتفرر وتصدر الشم وتدرم إلى الكير والتبارد والتغييف ومن الأعجب أننا نعف بغدالنا متباكين متصايحين لقد تسلط علينا أهدار يمني جيدتنا يحملون أسماء أمتنا أنهم يدعون إلى تساق في الأرض ليفرقوا هذه القمة ويبعدوها من ديننا نعم ألسنا نوع هذا يقواننا في سوريا ويتحفظ بهم تلك الطومة الفاسلة من عام الروفة الغنوية يقتلون أخي السنة وأخي الإسلام يدعون وجونا بكأن الأمر لا يدعين أرداء يدعون أن الأول يؤمن مكيلت يوم رقية ثمو الأبير نعم حين لا يؤمن فيهم إلى عام القاسية يدعون بها حتى يفتقوا بها جميعا وهي ترى لا تستطيع أن تنفع قسيا حولا ولا قوة تمروا ظروف بالأمة في كل مكان والأمة تمر إلى بعدها ونحن الأمر الأميح ونعلم أنهم حينما بدأت الحرب في دورة ينفيها ومن فيها من عام الكفر تداعوا إلى نها ووقفوا معنا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إيا تبادوا تكون فتنة في الأرض وفسادا كبير نعم كما أحاول المسلمين في عام الكفرات العقيمة التي يضرون بهذه أن يؤدوا إلى الله يعملوا بمنهجه يوحدوا سوفهم يربط بين قربهم بالباطل في خائفة الذي يربط به عليه الصلاة والسلام من قلوب المهاجرين بالنصار حتى يخرجوا من هذه المحنة فرائزين منتصرين يقول الله عز وجل ألم يأل للذين أعلموا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما يزال منها ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضع عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ويقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي عباد الله إنه راجب على الأمة اليوم أن تدرك أدوها وأن تقف أمامه وصفة واحدة حتى ترد ذلك الأدو سواء كان من داخلها أو من خارئها فالأدو الذي في الداخل إنما ينفذ ورامر الحكوم الذي في الخارج لأن الأمة إذا فشدت وانحلت أصبحت رقمة جاهبة للعدو السعرشين تداعت عليكم الأمم كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم وكما تداعت تأتوا إلى قصعدها قالوا من قلة نحن رمعين يا رسول الله قال الله إنكم رمعين كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد وليهزي عم الله محابك من قلوب أممكم ولا يقذبن في قلوبكم والوحن قالوا من يؤمن يا رسول الله قال حب الدنيا وكان الرحية الموت اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو حسمة أمرنا واحفظ لنا الدنيا التي فيها معاشنا وجعل الحدقة زيادة لنا في كل خير والموت روحة لنا من كل شر أقولوا ما تصلعون وأستغفر الله عن عموم الجليل لي ولكم ولسائل المسلمين من كل دم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو العفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر لهم على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى نظامه صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اغتفع أثاره واهتدى بهداك إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فاتقوا الله وتمسكوا بدينكم ففيه السعادة والنجاة إننا تمر بنا صور الحياة فلا نأخذ منها الحرارة وتطوف بنا أحداث الموجود فلا ننتبه إلا على القوارئ المدوية والصيحات المجللة فإذا استفقنا من الغاشية واستيقظنا من النوم الأميق وجدنا الرحلة غزارة ونحن خلف القافلة ووجدنا الدنيا كلها مشغولة بالكفاح والمحمن ونحن ما زلنا ننفذ من عيوننا ضغار النوم والكسل إنه رائع أمة يوم وهي تمر بظنوف معصيبة وحيا في لا أعلم رأي الله والله يلصح هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها كلمة واحدة وأمة واحدة وكتاب واحد يرجون ما عند الله عز وجل والدار الآخرة ويعفون أمام حدورهم بأشكاله ونورانه يحفظ أنه حدور واحد لكن الأمة تستبد قوتها ومنحتها وحزتها من رب رضي الله والله عز وجل ناصر رسلا وناصر الأولياء إنا ونصر رسلنا والذين آبوا في الأيات الدنيا ويوم يقوب الأشهال يوم لا ينفع الضالين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أحداث تغرب الأمة اليوم يقف الحبيب فيها الحيرانا يقف ويقف عن الحق فيهدده وسبيلاً إلا ما شعرنا ونظل الإنسان يقلم بين جنبات الأذكار والحل وأحداث لكنه لا يجد لها حالاً والحل الوحيل هو بالاتصال بالله عز وجل والاعتصال بالله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر له جل وعلا والحمل بما أرضنا به سبحانه وتعالى حينما نقفر قلوبنا من الأقرب التي افرحت على هذه القلوب فأغلبتها وبلست أرجاعها وجواها بها بحيث أن نعودها على الطهر والمحبة والله لقد اتخذت من طول من طول ما كرهت وسقيت من كثرة ما عادت من البغض والخصار إلا ما شع الله أمة واحدة متنافئة كتابها واحد وذيرها واحد ورسولها صلى الله عليه وسلم وحاتم المسلم ومع ذلك تعيش في شبوة إلا ما شاء الله اللهم نرضى اللهم نرضى عن الخلفاء الراشدين اللهم نرضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمق وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التأبعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم نغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمئين والمؤمنات الأحياء منهم والأمرات إنك سميعا ضريب مجيب الدعوات اللهم نصر الإسلام وعادة الإسلام ورسول المسلمين ووحد كلمة أمة محمد يا كريم اللهم نصرهم بالحق نصر الحق بهم واحدهم صرافك المستقيم اللهم نوفق لات أمرنا لما تحبه متغرى نصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وارزقهم البطارات الصالحة اللهم نملك البوليين أبرينا غيرتاً أحد دينك يا سميع الدعاء وجهناه أيضاً وإخلاقنا وهدكة المهديين غير مضالين ولا مضيين اللهم نملك مردنا ونرد بلادنا والإسلام والمسلمين بسورهم فاشلق بنفسه وجعل كينه في نحوه وجعل تدميراً وتدميراً عليه يا سميع الدعاء ونموذق إخواننا في سوريا من قيادة الربانية تنقضي الله وتعودهم وتسمع كلاب الله وتصبحهم يا سميع الدعاء اللهم أعليك اللهم أعليك اللهم أعليك بأهل المصر ومن قره ما أعلم سميع الدعاء اللهم أعليك بالفئة الفائلة والضاقمة في بلد الشوق اللهم أعليك بهم فإنهم لا يجزونك زلج الأطوة من تحت أعدامهم واقرف القلب في قلوبهم اللهم أعليك ومن قره ما أعليك ومن قره ما أعليك ومن قره ما أعليك شرف أمتنا كثيرة ولا شفية لها إلا أنت اللهم أكروا تحدينا بنصر الإسلام والمسلمين اللهم أكروا أكوننا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أعرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسور فاشله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيهنا وتدبيه مالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة